ندد زعماء مجموعة السبع بالهجوم الإيراني على إسرائيل مؤكدين أنهم سيعملون على محاولة استقرار الوضع في الشرق الأوسط وفي بيان لها أعلنت إيطاليا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجموعة السبع أن إيران خطط بهذا التصرفات خطوات نحو زعزعة استقرار المنطقة وتخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه ويجب تجنب ذلك ومن جانبه أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لن تشارك في أي رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات مع قادة مجموعة السبع وتم التأكيد على دعمهم لإسرائيل